نروح مرة كمان لدينة شرف ونعرف منها بقى تفاصيل التقص النهر دينا بالفعل يا حمد دلوقتي جي معدنا و جولة تفصيلية عن أحوال التقص هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهر دا التقص هيكون حار على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية هيكون ماء للحرارة على السواحل الغربية و شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون معتدل على السواحة الإشمالية شرقية والغربية والقهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ووسط سيناء هيكون التقصي لطيف على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء دلوقتي خيرو أتعرف على حالة التقصي بالتفصيل مع دكتورة منار غانم وعضو المركز الأعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ دينا وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أنا مش عارفة ليه الناس مستعجرين جدا على ارتفاع درجات الحرارة وهل في موجات حرة هتكون موجودة فعايزين حداك تتطمنين على حالة الجو خصوص الناس بتسأل كتير الفترة دي إمتى التقصي هيكون مرتفعين قوي خلينا نتفق أن درجات الحرارة بدأت خلاص تتجه نحو الارتفاع لأن احنا بيستنى عن فصل السيف حوالي تقريبا حوالي 20 يوم وأقل بكتير يعني فبدأت درجات الحرارة ترتفع بدأت نسب رطوبة في الجو ونحس فيها بارتفاع خلال فترات المهار وخلال فترات الليل ويمكن ده هو اللي بيزود أحساسنا أكتر بارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الإسبوع ابتداء من اليوم هتبدأ درجات الحرارة ترتفع بمعدل درجة إلى درجتين يعني اليوم متوقع تكون العظم على القاهرة الكبرى 35 درجة مقوية مع باقي أيام الإسبوع هتكون ما بين 36 و37 درجة مقوية يعني اليوم الأجواء هتكون حرة ده أيام الإسبوع هتكون ما بين حرة إلى شديدة الحرارة في زيادة الفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار وده عامل بيخلينا نحس أكتر كمان بارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس بيزود أكتر إحتسنا بارتفاع درجات الحرارة دايما يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى من اللي احنا بنقولها يعني درجة الحرارة اللي دايما بنقولها هي درجة الحرارة المقاصة في الظلم لكن التعرض المباشر لأشعة الشمس يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى من اللي احنا دايما بنقولها بالإضافة كمان ارتفاع نسب الرطوبة اللي بدأنا نشعر به وطبعا ما تقارنش برطوبة اللي هنشعر بها في فصل الصيف لكن بدأت ترتفع الأجواء خلال فترات النهار أجواء حرة على القاهرة الكبرى محافظات الوكهة البحري محافظات سواحنة الشمالية ودي أغلب مناطق المطلة على البحر المتوسط أجواء شديدة للحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب السعيد خلال فترات النهار خلال فترات الليل الأجواء معتدلة تماما يمكن هي نسبة رطوبة كمان اللي هتخلينا نحس بالأجواء المعتدلة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية بالإضافة كمان إن احنا خلال فترات المساء ومع ساعات المغرب بنلاحظ وجود نشاط لرياح على بعض المناطقين بس كنت أسأل حريك عليها في رياح تلطف الجو شوية بالليل هو نشاط نسبي لرياح وهو اللي بيساعد أكثر على تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل غيب أشعة الشمس ونشاط رياح لكن هو نشاط نسبي يعني سرعات رياح ما بين الثلاثين والخمسة والثلاثين كيلو متر على الساعة وهو نشاط يعني يقدر نقول نسبي أو خفيف للرياح هو ده اللي هيساعدنا بعض الشيء من الأحساس بالأجواء المعتادلة الرابعية خلال فترة المساء ومع ساعات المغرب أحيانا بتتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة با يمكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة يمكن حداك بتقولي احنا برضو في ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة الفترة دي هو طبعا الشبورة بتتكون مع ارتفاع نسبة الرطوبة لكن في عامل كتيرة جدا بتأثر على كسافة الشبورة المائية وإحنا خلال هذه الأيام كثافة الشبورة المائية هي خفيفة جدا ما بتأثرش على حركة المرور يعني مش زي شبورة فصل الشتاء أو بداية الخريف هي شبورة مائية الشبورة اللي هي بتبقى الفصل الربيع أو فصل الصيف شبورة مائية خفيفة بسبب طبعا عوامل الثانية ونشاط رياحة اللي بتلاحظه خلال فترة المساء كمان ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات الليل وده ما بيساعدش على تكون الشبورة المائية كثيفة ولكن فيه شبورة مائية بتظهر خفيفة على بعض الطرق الزراعية طبعا والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والقريبة من المزرعات بتأثر على الرؤية الأفقية أحيانا لكنها عشان هي شبورة مائية خفيفة بتتلاشى فورة سطوع أشعة الشمس يعني تقريبا على الساعة 6-7 الصبح شبورة مائية بتبدأ في التلاشي أنا عايزة أسأل حالك بما أني طبعا بعد مراحل إدراسية لأولادنا أخذوا الأجازة هل حالة البحار مستقرة علشان يقدروا يخرجوا للشواطئ الفترة اللي جاية؟ بالفعل يعني هي مع اتدال سرعات رياحة اللي منلاحظوا على بعض ساعات إنه اليوم هيبكي اتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزو لكن طبعا أستاذ المصيفين أو المصطفين على الشواطئ دايما نخلي بالنا من فترات الظهيرة نخلي بالنا دايما من الساعة 12 الضهر للساعة 3 العصر نا متعرض مباشر لأشياء الشمس ده مش متحق بقالص لو إحنا هنخرج ونخرج في صباح الباكر أو بعد ساعة العصر السؤال الأخير يمكن حداك قلتي أن فيه ارتفاع في درجات الحرام خلال اليومين الجايين بعد كده من يوم التلاتة هتبدأ تنخفض داني درجتين تلاتة اللي ارتفعوا خلال اليومين اللي جايين؟ نحن على مدار هذا الاسبوع متوسط درجات الحرارة ما بين 35 و36 جايين كمان مع نهايات الاسبوع هترتفع وتوصل ل37 درجة مقوية فإحنا مكملين في ارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الاسبوع قلوا إن شاء الله اللي كانوا مستعجلين ما يلاقوش الجاوب بيبقى حر خلاص بشكرك شكرا جزينا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهاية الأرصاد الجوية خياد الوقت نتعرف معاكو على درجات الحرارة متوقعة النهار دهر الدهة من القاهرة والعظمة 35 وصورة 22 اسكندرية 29 و21 مطروح 28 و20 سيوى 36 و19 فورسعيد 31 و21 ضميات 30 و21 اسماعيلية 36 و21 استويس 35 و20 العريش 30 و19 طابة 35 و22 كاترين 29 و17 شرم الشيخ 37 و26 الغردقة 36 و25 الفيوم 35 و22 باني سويف 36 و22 المينيا 37 و24 أسيوت 38 و25 سوهاك 38 و25 قناة 39 و25 الأقصر 39 و24 أسوان 42 و26 ودي جديد 40 و26 شرم 37 و26 وأخيرا حلايب 35 و23 اختمننا حضراتكو على حالة الجو نتأكد عليكم مرة تانية من الساعة 12 للساعة تحاول ما نتعرضش لأشعة الشمس المباشرة ونشرب كميات وفيرة من المياه خلال فترات اليوم وخلال الجو الحر هرجع مرة تانية لأحمد وهدير عشان نكمل معاكم فقراتها آخرية مصر شكرا لك هديم شكرا لك